أنا لا أحق للحديث في حضور دولة معا للسيد رئيس الوزراء ولكن إذا فرض علي الأمر فأنا أقول ما أشعر به إحنا وأهل سيناء جيش ومعانا رجال الشرطة اتحادنا ومعانا أجهزتنا الأمنية حددنا هدفنا توحدة القلوب كانت الإرادة ربنا حقق لنا النصر من فضله تعالى علينا جميعا والنماء والخير هيعود على كل المصريين وأهل سيناء بعد نتائج أعمال قتال التحقق على الأرض كل شكرا لكم على مشاركتكم في أعمال القتال وكل الروح والأرواح التي زهقت وراحت إلى بارئها والمصابين اللي أصيبوا أثناء القتال والدم يجري في عروق المقاتلين ويجري في عروق أهل سيناء لأنهم احتاجوا لنقل دم أثناء إدارة أعمال القتال من بعضهم البعض فكان ربنا سبحانه وتعالى الصاحب الفضل الأوحد في النصر وتحقيق هذه المهمة بفضله تعالى علينا جميعا شكرا لحضراتكم